السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مادتنا لهذا اليوم انتحان شهري للصف الخامس المادة الرياضيات ملاحظة سؤال الأول أجب عن أحد الفرعين أولاً إذا كان ثمن تذكرة لعبة القطار في مدينة الألعاب هو 2250 دينار وثمن تذكرة لعبة الطائرة أكثر منها ب750 دينار فما ثمن تذكرة لعبة الطائرة؟ إذن تذكرة لعبة الطائرة إحنا ما موجودة إحنا المفروض أن نوجده بس عندنا ثمن لعبة الطائرة لعبة الطائرة أكثر من لعبة القطار ب750 دينار هالمسألة نستطيع أن نحلها على شكل جمل مفتوحة نعمل جمل مفتوحة ونحل المسألة ثانياً من سؤال الأول جد ناتج ما يأتي 45 على 90 زائد 8 على 62 إذا أكد تبسيط بين الكسر الأول يعني بين البصر الأول والمقام الأول نطيق من بصر إذا ما كنت تبسيط تعملون أنتم مثل ما أوفنا توحيد مقامات أو إلى آخرين سؤال الثاني ملاحظة أجب عن أحد الفرعين إذا كان طول ليث أطول من كمال ب15 سنتيمتر وكان طول كمال 114 سنتيمتر فما طول ليث؟ ليث أطول من كمال ب15 سنتيمتر إيهاي مقدار الزيادة بين طول ليث وطول كمال كان طول كمال 114 سنتيمتر المطلوب لازم إحنا نوجد طول ليث نوجد طول ليث فإيش راح نطلع طول ليث؟ نستفاد عندك طول كمال وعندك مقدار الزيادة بين طول كمال وطول ليث واللي ما يعافي السؤال يحاول يتركه لين عندك ترك سؤال الثاني بينه ترك بقى أكتب العدد المناسب في الفرع 7 عدد صحيح هو 12 على 14 زائدا عندنا عدد مفقود الناتج 12 عدد صحيح هو 3 على 4 بالعداد المفقودة إذا كان العدد مفقود بالوسط أش نعمل؟ ننتبه على العملية للحساب ونحل المسألة سؤال الثالث أليك جد ناتج ما يأتي 0 عدد صحيح و444 من ألف زائد 0 عدد صحيح و343 من ألف نجمع ونطلع الناتج تغيد عمودي تغيد أفقي كيفك ثانيا من سؤال الثالث أليك 0 عدد صحيح هو 234 من ألف ناقص 0 عدد صحيح هو 100 من ألف سؤال الثالث بقى جد ناتج ما يأتي اللي هو آخر سؤال 8 عدد صحيح و8 على 13 ناقص 3 عدد صحيح و4 على 26 طبعا السؤالين حال بطريقتين أو أكثر من طريقة بكيفك أنت بأي ما طريقة تحلها صحيحة المهمة تطلع الناتج مع تمنياتنا لكم بالنجاح الموفقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر